اذا احدث الذكاء الصناعي ثورة في مجال التعليم من خلال تحسين تجربة التعلم للطلاب ودعم المعلمين في تحقيق افضل نتائج تعليمية مع الوضع في الاعتبار مواجهة التحديات والمخاطر المحتملة الحديث حول الموضوع ينضم إلينا من الكويت رلاع أبي ناجم الخبير في التحول الرقمي وأمن المعلومات رلاو صباح النور صباح خير لك وصباح خير لك المشاهدين يسعد صباحك طيب بداية كيف يمكن استخدام الذكاء الصناعي لتحسين تجربة التعليم للطلاب في الفصول الدراسية التقليدية أول شي صار واضح بالنسبة لكل العالم أنه كل المناهج التربوية والدراسية القديمة بطلت إذا أريدك فعالة بأعصرنا الحالة قبل كان لنا المشكلة بالوصول للمعلومة بدنا كتب محددة ما كان في إنترنت ما كان في ذكاء الصناعي فهذا الموضوع كان يشكر حاجز قدام إذا أريدك العالم أنه الوصول للمعلومة فكانوا ركزوا على موضوع حفظ المعلومات حفظ المعلومات وغيرها هلأ صلت المعلومات متاحة قدام كل العالم كل الوقت فهذا أول شأن تبديك ساهم التكاء الصناعي بحلها إنه ما أنه بقى مطلوب منه نعبي رأسنا معلومات وحفظ معلومات وغيرها نحن في قدامنا كل الطولز والبسيل وإذا بديك تطبيقات الزكاة الصناعية تساعدنا بمحل معين نقدر نستخدم هؤلاء الموضيع بشكل أفضل نقطة تانية والأهم كنا نحط بصف إذا بديك 20-30-50 طالب وهؤلاء الطلاب نقد نشرح لهم الموضيع بنفس الطريقة في عالم تنجح في عالم تسقط في عالم تفهم في عالم ما تفهم لأنه مش كل أولاد مثل بعض مش كل أولاد عندهم قدرة استيعابية مثل بعض مش كل أولاد عندهم نفس التوجه مثل بعض فهلأ عبر الزكاة الصناعية سنقدر نعمل عن جد يعني التخصص لكل طالب حسب قدرة الاستيعابية حسب توجهه حسب المواد اللي بيحبها وغيرها لأنه ما فينا نتعاطم مع كل الإثباتيك تلميز مثل بعض بهذا الموضوع فهو اللي إثباتيك من أهم الأشياء الأساسية لذكاة الصناعية قدر عمل فاسيديسيطين يعني فاسيليشيء يعني صحة إذا بدك كل شيء له علاقة يعني فاسيديتايتد كل شيء له علاقة بموضوع إذا بدك التعليم وغيرها نعم طيب تحدثت عن تطبيقات حاليا تستخدم للذكاة الصناعية في التعليم أخبرنا عن بعض منهم أهم هذه التطبيقات في تطبيقان كل العالم تعرفون هنا دريم بوكس ونيوتون هؤلاء التطبيقين بيشتغلوا على موضوع كل تخصص كل طالب لحاله يعني بيقدروا عبر تشميع البيانات عبر تحليل شخصيات إذا بدك الأفراد وغيرها من اللي عم يطلبوا الدراسة طيب يقدروا بمحل معين يقدروا يعرفوا كل واحد أدوة الإستعابية شو المواد اللي هو إذا بدك بيحب يتعلمها أو بيحب يتطور فيها وين عنده نقاط ضعف وين عنده نقاط قوة وساعتها هيدا الشيء بيعطي أدفنتش للأشخاص أنه يقدروا يتعلموا ويتطوروا ما يحس واحد طالب بالمدى سأنه أنا عندي ضعف أو ناص مقرنة ما غيري فهيدا أول شيء تاني شيء كلنا صار في عنا إذا بدك التطبيقات اللي هي منعتبرها virtual assistant أي المساعد ال virtual اللي منه إنسان يعني عم نحكي من ألكسا من سيري من شا جي بي تي وهيرا اللي هو التطبيقات بنقدر نسألهم أي سؤال بنقدر نطلب منهم يساعدونا بتحديد دراسات بنقدر منهم يعطونا معلومات وغيرها سوهولي كلهم virtual assistant بيقدروا يساعدونا بشكل يومي خاصة أنه مثلا تطبيق تشا جي بي تي بدل بالتطبيق واحد يعني بقلب تشا جي بي تي في عدد تطبيقات بقلبه واحدة متخصصة كيف أنا بدأت أتعلم الرايتينج واحدة العلاقة بالترجمة واحدة العلاقة بإشياء العلاقة بالرياضيات بالفيزيكس بغيرها سوفي تخصصات بقلب التطبيق بحد ذاته تقدر تساعد بمختلف إذا بدك الاختصاصات نعم طيب رولون هيدا المساعدة اللي بيقدمها للطلاط كيف بيساعد المعلمين أوكي المعلمين هون كمان صار الموضوع أهم لأنه دائما المعلمين في عندهم تحديات كتير كبيرة بموضوع تحضير المواد بموضوع تحضير بموضوع تحضير والفحصات وغيرها بموضوع حتى تصليح الفحصات الأساسي عندهم مشاكل أنه بيكون عندهم 100 و 200 طالب بالجامعات أو بالمدارس وبغيرها فالتصليح بياخد منهم كتير وقت وهذا خاصة أغلبيته بيكون موضوع روتيني يعني بالماس ما فيه يعني واحد وواحد بسيطة واثنين يا صح يا غلط فصار بيقدر يساعدهم بتنظيم الحصص صار بيقدر يساعدهم بتحضير المواد اللي بدي يعطوها للتلميز يعطيهم أفكار جديدة ابتكارات جديدة يفترح علي أنه إشياء بيقدروا يعملون إياها بحلال الحصص أفكار جديدة لبروجيكس أو مشاريع يشغلون عليها فكمان من ناحية الأساسي والمعلمات كتير عم يستفيدوا بهذا الموضوع نعم طيب رولون أنا من جيل وقت اللي بجامعة نسمح أنه نستخدم السينتفك كالكوليتر كان موضوع أخلاق كبير جدا أنه هل هذا الشي بيميز الطلاب هل بيساعد الطلاب على الغش هل هو أخلاقيا يجوز أو لا يجوز اليوم يعني صار الطلاب المتوسطة بيستخدموا الحاسب الآلي العلمي إذا فينا نترجمه هيك ماذا عن الذكاء الاصطناعي أعتقد أنه في وقت من الأوقات سيكون الموضوع سهل وهي ولكن اليوم هل هناك هذا الحاجز الأخلاقي أنهم ما بيبذلوا مجهود في اللي بيأدموه أم لا صراحة أم بشكرك على هذا السؤال لأنه هذا بالنسبة لأله أهم سؤال وهذا فيه له جانبين في الجانب الأخلاقي من برمجيات الزكاة الاصطناعية ومن برامج الزكاة الاصطناعية في الجانب الأخلاقي من استخدامات الزكاة الاصطناعية أول شي جانب الأخلاقي من البرامج الزكاة الاصطناعية وتطبيقات الزكاة الاصطناعية هو أنه هذه التطبيقات أدعم طاعة معلومات صحيحة للمستخدمين أدي عم تعطي معلومات منحيزة لأن ديما بالزكاة الاصطناعية مسامل عبارة garbage in garbage out يعني إذا أنا بمحل معين دخلت معلومات خاطئة أو منحيزة للزكاة الاصطناعية فهو رح يأتي أجوبة منحيزة وهنا عم نحكي خاصة لأشخاص اللي عم تعمل أبحاث العلاقة بالتاريخ بالمجتمع بإشياء فيها بتحمل إذا بدك أنه منا موضوع صح أو غلط فممكن يكون فيه انحياث ويكون فيه أجبلة أخلاقية عبر الزكاة الاصطناعية نفس الوقت بالنسبة للمستخدمين رح قوش يمكن الأهل والأستاذة مكتر بحبوه بس أنه بالنهاية هذا الواقع حدتك قلت عن الصينتف الكالكوليتر بال86 صار في مظاهرات من الأستاذة والمعلمات ضد الكالكوليتر العادية بس بالنهاية نحن التكنولوجيا ما فينا نوقفها بالعكس الصينتف الكالكوليتر هي طول وموجودة أنا بدي أعلم التلميس كيف بدوا يستخدموها بأفضل طريقة لأنه بس يروحوا على شغلهم ما رح يقل له المدير بالشغل تعمل لحسابات على الورقة والألم رح يقل له بدي إيهم بأسرى وقت بيكون أكثر شيء أكوريت أو صحيحة نفس الشيء بالنسبة للذكاة الاصطناعية ما بدي إما الطلاب يستخدموه بالعكس بدي وجههم يستخدموا تطبيقات الذكاة الاصطناعية علمهم كيف يستخدموه علمهم كيف يطلعوا بس أوتوفيت تيقدروا بمحل معين يكونوا عمياتوا نتيجة أفضل لأنه برجع بقول نحن بهمنا الفاينل أوتبوت وكيف عم نقدر نجيبه هذا الأوتبوت بأقل وقت ممكن بدقة أكبر نعم هلأ رولانا بال86 ما كنت بالجامعة بس لنكن نوضح المعلومة ولكن خلينا نسأل على دولنا النامية يعني اليوم لدينا دول النامية ربما يعتبر الحديث عن تحول رقمي وتقنية الذكاء الصناعي ودخولها في المجال التعليمي وكأنه نعمي أنواع الأحلام هل دخول هذه التقنية ممكن أن يحل هذه المشكلة ويقدم تعليم أفضل لهذه المناطق الجواب المباشر والصحيح أكيد وبكل ما للكلمة من معنى بس في عنا تحديات كتير كبيرة بهذا الموضوع لأن هذه الدول النامية اللي عم نحكي عنا الانترنت تابعيتها والبناء التحتية سيئة جدا ما فينا يستخدم برامج الذكاء الصناعي والتطبيقات تابعيتها بلا انترنت الإدراءة للوصول لإذا بدك أجهزة وإكوبمنت من لابتوب وتابلتس وآيباد وآيفون وغيرها كمان منا كتير متاحة وبدأ تكاليف مالية كتير كبيرة فهؤل الأشخاص كمان عندهم عدة حواجز باستخدام هؤل الموضوع يعني حتى كمان إذا في حال إجوا الدول أو شي تبرعوا بهذه الأجهزة وعطيونيها عنا كمان حاجز موضوع أنه قد يبدو أن يتعلموا عليها ويتطوروا وقد يكون عندهم مكاومة التغيير لأنه نقول لهم فترة عايشين بإشياء معهم يستخدموا هؤل الموضوع بس أنا برأي أن هذا موضوع لا بد منهم يعني مفروض هذه الدول ومفروض يصير في دعم لهذه الدول أول شي ينعمل بنا تحتية يتأمن كل الأجهزة يتأمن كل التدريب الدايم تيدر هنا بمحل معين يشتغلوا ويطوروا حالهم يعني الشيء الجيد ربما رلان أنه الآن فيه توجه من كثير من الدول اللي بهمها التعليم من أجل التعليم إلى إيجاد مثل هذه الشراكات مع الدول الأقل نموا لتطوير عملية التعليم عندهم ومدهم ربما بأحدث التقنيات وآخر ما توصل إليه دعم التعليم فنتمنى فعلا أنه يكون فيه جهود أكبر ربما تبذل في هذا المنحنى لتحسين جودة التعليم في هذه المناطق شكرا جزيلا لحضورك معنا رلان أبي نجم الخبير في التحول الرقمي وأمن المعلومات شكرا جزيلا لك شكرا